لو فتحنا أي مجلة سواء كانت مجلة بنمسكها بأيدينا أو مجلة أونلاين على الإنترنت كمان لو فتحنا التلفزيون هنلاقي دايماً في برامض مخصصة للعناية بجمال المرأة وممكن البعض يبقى فاكر أن دي حلقات أو دي عنوين أو دي مقالات يعني دلعب زيادة وإيه لازمتها وإيه أهميتها وإحنا في إيه ولا في إيه والناس عندها مشاكل كتير في حياتها لكن لا المرأة خلقت عشان تهتم بنفسها المرأة بتحس أن نفسيتها حلوة ومرتاحة نفسياً لما بتعتني بنفسها نفسها يعني وزنها وشكلها وشعرها وبشرتها وكل حاجة خاصة بها وده ملهوش أي علاقة بالحالة الاقتصادية أو الحالة المادية دايماً بقول من أولى الاهتمامات والعناية هي نظافة المرأة مثلاً يعني فالنظافة مش محتاجة فلوس مية صابونا مش عارفة بكم قرش كافية إنها تحافظ على نفسية المرأة من خلال الاعتناء والاهتمام بشكلها وبنظافتها وبمظهرها وبمنظرها لما نفسيتها تبقى حلوة هتقدر تتزيد هتقدر تهتم بولادها وتركز معهم هتقدر تكون سعيدة ومبسوطة مع جزها فتستقبلوا بابتسامة حلوة زي ما كل راجل بيتمنى لما يرجع من شغله يلاقي مراته مستنياة مبتسمة كل ده بيكون لما تبقى هي مهتمية بنفسها وبشكلها وبمظهرها شكرا